هنتعلم النهاردة حركة جديدة من حركات الفوتورك بتاعتنا وهي خاصة بالابطال المبتدئين اللي بيحسوا هم بيتحركوا على الحلقة الاول مرة او في اول سبارنج بيلعبوه او اول بطولة ان هم لسه مش واخدين الميكانيزم الصح بتاع الحلقة هنوصل ازاي؟ نلعب زينا زي الابطال المحترفين في التحركات بتاعتنا او الشكل المبدئي بتاعتك كملاكم على الحلقة بلاحظ دايما ان الابطال المبتدئين وهما بيجوا انهم يلعبوا تلاقي دايما خطواتهم عاملة كده تحرك على كعب رجله او على بطن رجله المهم ان هو بيتحرك بالشكل ده وهو بيلعب طبعا انت لو بتلاعب ملاكم سواء حتى مبتدئ او محترف هو هيعرف ان انت مبتدئ فهيبدأ ان هو ما يعملش حسابه معك ويس او ياخد الجرقة عليك او الكلام ده كله فانت ما نفعش تسمح بدا فلازم دايما تبقى فيك ان انت لازم تبقى محترف حتى لو كنت مبتدئ فخليك ان انت زي الابطال المحترفين على طول اول حركة هنشتغل عليها هو ان احنا هنطلع وننزل في مكاننا على مشاط رجلينة نبدأ ندي تنبيه لجسمنا والرجلينة انها بتشتغل مع بعض بميكانيزم مع جسمنا ان هو بنتحرك في نفس المكان على مشاط رجلينة بالشكل ده هيجيلي واحد لازيز دلوقتي يقول لكابتن وانا هفضل اعمل كده للملاكم اللي قدامها هقول له اصبر اصبر على رزقك دلوقتي احنا عملنا اللي ستيب وان ان احنا بدأنا ان احنا نتحرك بالشكل ده تاخدنا بعد كده على ستيب تو ستيب تو عندي هو ان انا بعد ما عودت رجليه وجسمي انهم يشتغلوا مع بعض وبدأت ان انا اطلع وانزل في نفس المكان بتاعي هبدأ ااخد من خمسة لعشرة سنتي لقدام والورا اضيفهم للاداء الحركي بتاعي يبقى احنا هنوصل ان احنا لما نعمل ستيب وان وستيب تو هيبقى ده الشكل بتاع رجليه في الحركة كده احنا تمام بالنسبة لرجلينا طيب انا دلوقتي شكلي كملاكم عامل كده كده انا بقيت بروفيشنال فاضلك تك يا بطل ستيب سري عندنا اللي هتأكد بقى الشكل الجمالي بتاعنا في الحركة والاداء بتاعي على الحلقة في التحركات هو فكرة انك تفوك اكتافك ما تبقاش متانشن كده ما تبقاش ايديك عاملة كده لأ تبدأ ان انت اكتافك تفوك معاك و ايديك تبدأ ان هي تاخد البوزيشن ده مع حركات رجلك والتناسك ما بينهم لو وصلت للمرحلة دي من الاداء وانت بتلعب والشكل والبوزيشن بتاعك بقى كده على الحلقة احب هنيك انت كده خط الطلة او الشكل المبدئي على الحلقة قدام الملاكم اللي قدامك سواء كان محترف او مبتدئ فهيعمل لك حساب من النظرة الاولى ادروا الباقي عليك بقى ان انت تزبط الجيمبلان بتاعتك شكل الضربات بتاعتك اداءك على الحلقة والمنتاليتي والتنفس والنظم بتاعتك والادارة بتاعتك للحلقة وانت بتلعب المتش نعنا لكل التوفيق خليك دايما عارف ان انت بطل قصته